السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادس اليوم رح نتعرف على درس انكسار الضوء في المنشور تعرفنا سابقا ما المقصود في مفهوم الانكسار وشروط حدوث الانكسار نرجع نعيد مع بعض المقصود بالانكسار والانحراف في الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط إلى آخر واستنتجنا من خلال التعريف ما هي شروط حدوث الانكسار اذا شروط حدوث الانكسار انطلاق او انتقال هذا الشعاع الضوئي من وسط إلى آخر اذا انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة وفي النوع ممتاز يا ميس اليوم رح نتعرف على انكسار الضوء في المنشور ولكن قبل ان نتعرف كيف يحدث انكسار الضوء في المنشور خلينا نتعرف على اهم الظواهر ايضا اللي ممكن احنا نعتبرها احد التطبيقات ايضا على مفهوم انكسار الضوء وهو قوس القزح هذه الالوان الجميلة والرائعة التي نشاهدها في فصل الشتاء اذا هو قوس القزح قوس قزح او ما نطلق عليه مفهوم قوس المطر متى تظهر عنا هذه الالوان في السماء اذا متى يظهر عنا قوس قزح وقوس المطر اكيد كلكم يا سادس بتلاحظوا ان قوس قزح وهذه الالوان الجميلة في السماء تظهر عنا بعد سقوط المطر وشروق الشمس اذا كلنا من لاحظ بعد سقوط المطر وشروق الشمس مباشرة يحدث ما يسمى هذه الظاهرة وهذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية تحدث في فصل الشتاء بعد سقوط المطر وشروق الشمس كيف تظهر هذه الالوان في السماء اليوم رح نفهم من خلال عنا مفهوم الانكسار اذا يا سادس بعد سقوط المطر يكون الهواء الجويع لدينا مشبع في قطرات المطر وعند خروج عنا وشروق ووجود اشعة الشمس تسقط اشعة الشمس ويسقط العنا الشعاع الضوئي من الشمس على قطرة المطر بحيث كل قطرة مطر يامس هي عبارة عن منشور وهلا رح نعرف شو يعني منشور ما هو مبدأ عمله فبالتالي تسقط اشعة الشمس على قطرة المطر عند سقوط اشعة الشمس على قطرة المطر لاحظ انتقال الشعاع الشمسي وانتقال هذه الاشعة من وسط الى اخر ما هي هذه الاوساط اذا ينتقل من الهواء الى داخل قطرة المطر فبالتالي عند انتقال الشعاع الضوئي من وسط الى اخر ماذا يحدث له اذا اكيد ممتازين يا سادس يحدث له انكسار فينكسر عنا الشعاع الضوئي الذي انتقل وينكسر يحدث له انكسار وبالتالي ينكسر دوء الشمس ويتحلل داخل قطرة المطر يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة التي نشاهدها في السماء إذن تحدث هذه الظاهرة يا ميس بعد سقوط المطر وشروق الشمس بحيث يكون الهواء الجوي مشبع بقطرات المطر تسقط أشعة الشمس على قطرة الماء وبالتالي يحدث لها انكسار يحدث لها انكسار لأنه انتقل الشعاع الضوئي بين وسطين مختلفين وأيضا يحدث له كمان انكسار يا ميس عند خروجه من داخل قطرة المطر إلى الهواء الجوي مرة أخرى فينتج ما يسمى قوس قزح أو قوس المطر وتل ما حكينا ظاهرة طبيعية تحدث في فصل الشتاء بعد سقوط المطر وشروق الشمس وكل قطرة مطر يامس تمثل منشور وينتج عنها ألوان الناتجة من تحلل ضوء الشمس وهي ألوان قوس قزح ما هي هذه الألوان؟ هي ألوان الطيف السبعة وهي بالترتيب الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسجي نشاهد الصورة مرة تانية مع بعض يا سادس هذه ألوان قوس قزح ألوان الطيف السبعة الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسجي لاحظ يا ميس إذن يحدث عندنا انكسار لضوء الشمس إذن وينتج عنه ألوان الطيف السبعة طيب يا سادس عند دمج ألوان الطيف السبعة وهي ألوان قوس قزح ما هو اللون الذي ينتج عن دمج هذه الألوان؟ إذن أكيد ينتج عنه الضوء الأبيض إذن الضوء الأبيض ينتج من دمج ألوان الطيف السبعة لاحظ أيضا يا سادس تظهر عندنا قوس قزح وهو قوس المطر في السماء فيه عندنا في هذا الشكل لاحظ أن لكل لون من ألوان الطيف السبعة انحراف خاص به لا تظهر جميع الألوان بنفس الانحراف ما السبب؟ إذن سبقوا حكينا أنه لكل لون له طول موجي وتردد خاص به فبالتالي كل لون من ألوان الطيف السبعة يظهر بانحراف يختلف عن اللون الآخر إذن هما سبب تكون قوس المطر وكيف يتكون وما علاقته بالانكسار مثل ما حكينا عند سقوط الضوء الأبيض وهو ضوء الشمس عبره أو على قطرات المطر الشفافة يتحلل إلى سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف السبعة بسبب ظاهرة الانكسار لأن ضوء الشمس انتقل مثل ما حكينا من الهواء إلى قطرات المطر ثم مرة أخرى إلى الهواء فحدث له انكساران فعملت قطرات المطر على تحليل الضوء الأبيض وهيحدث وينتج إنا قوس المطر إذن إحنا حكينا يا ميس أن كل قطرة مطر هي عبارة عن منشور لاحظوا هذا هو المنشور ما المقصود بالمنشور هو جسم شفاف يحلل الضوء الساقط عليه إلى ألوان التي تكونه بحيث يحلل هذا المنشور الضوء الأبيض إذن إلى ألوان الطيف السبعة إذن أنا ممكن أعمل ألوان الطيف ممكن أنا ممكن نطبق ونعمل تطبيق على إنتاج ألوان قوس وقزح من خلال هذا المنشور هذا الجسم الشفاف عند سقوط الضوء الأبيض إذن يؤدي إلى تحليل الضوء الأبيض إلى الألوان التي تكونه وهي ألوان الطيف السبعة ألوان قوس وقزح إذن يحدث للضوء الساقط على المنشور يا سادس أيضا انكساران لاحظوا إذن هذا سقوط الضوء هنا إذن يحدث هنا انكسار الأول عند انتقال الضوء من الهواء إلى المنشور ويحدث انكسار آخر عند خروج الضوء أو شعاع الضوء من داخل هذا المنشور إلى الخارج فبالتالي يحدث له انكساران الانكسار الأول عند سقوط الضوء من الهواء إلى سطح المنشور والآخر مثل ما انتم شايفين عنده خروجه من داخل المنشور للخارج فبالتالي من أهم التطبيقات على انكسار الضوء في المنشور فحيث يحرف المنشور الضوء الأبيض بدرجات مختلفة ونلاحظ الأقل درجة هو الأخمر والأعلى انحرافا هو اللون البنفسجي إذن لاحظوا الأقل انحرافا واضحا هنا من خلال الشكل الموجود عندنا في قوس القزح وهو قوس المطر لاحظوا الأقل انحرافا عندنا في هذه الألوان هو الأحمر والأكثر انحرافا هو اللون البنفسجي إذن ممكن نعمل ألوان الطيف السبعة من خلال المنشور بحيث نسقط الضوء على المنشور ويتحلل الضوء الأبيض إلى ألوانه ألوان طيف السبعة ألوان قوس قزح إذن هذا كان جزء درسنا لليوم سادس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته